بسم الله وكفا وسلام على عبادي الذين اصطفوا ربنا أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك آمين يا سيدنا يعني ننتقل إلى الآية عشرين وجاء رجل من أقصى المدينة الكرنام قبيلك يسعى أي ناشد في اللبسي لأنه يحب منع سيدنا موسى عليه السلام بإعلم ما يدبره رده وجاء رجل في القرآن كم هو الدقيق يعني كلام الرحمن وهل من موحيد بالأمور كمولانا هل هو قيوم بذات العلية وبسبات الباية وبخلق أجمعين ولا جدال في هذا الأمر وجاء رجل من أقصى المدينة أن يكون يهودي ولا كمتي عرف قدر سيدنا موسى لأنه يتميز على كل جماعة فرعون التميز ذلك لا يتعاطر معه ربما والله أعلم وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى أي ناشد في سيره حتى يسرع بإخبار سيدنا موسى عليه السلام شوف هناك فكرة تسرع تدول لالاري تدول لالاري وجاء شوف القصص القرآن اشتغل القصص القرآن يخيم من أي سيناريو تفرع فيه ولا تسمعوا في الإذاعات ولا تقرأوا في الكتب والمجلات وجاء رجل من أقصى المدينة وحنا قلنا القصص القرآن لا يضاهي أي قصص وخصتان كي يتناولوا بعض ما جاء في سورة سيدنا يوسعي السلام كي يتلقى الإغواء الجنسي والمجل والتوام الباقي والشماتة والقصد وكيفاش الناس وخصتان النساء اللي تبدأ ان ديسبسيون دمون شاقران دمون كيفاش تتقلب على ما كانت تؤمن به ومحببه ورين كثير من خيارات القصص القرآن بسورة سيدنا يوسعي السلام هيتلك هيتلك دي سلاح في يد الناس الخبلتات يعني إذا كان حبباً تسقط إنسان وتهبطه من برجه العالي في الأخلاق السامي وكذا تعمل كل ما في وسعى أو ظهرت أو غابت أو عرات أو مالت أو مميلات كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام الذي لا يقول إلا حق وهو صادق الأمين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يموت إن الملأة أي لدينيتار أشرف القوم يأتمرون بك أي قاعدين يجلسوا جماعة جماعات سراً لحيث لا يعلم ماذا يجري يأتمرون بك ليقتلوا بقصد الوعد تعملوا بك هما الفراعنة ما يتسمعوش مع أي واحد وهو كانوا بسل أن سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يسكى مثله في بلاد فراعون العين فخرج منها خائباً يترك خرج سيدنا موسى فهم من المسألة وصلت إلى مصر حياته يريع والأنبياء عليهم السلام وهم أنبياء هياهم ربي بشيء تمر ولياذا من الطبيعي أن يسرى بالغروب من من يريد الفتك به وقتله فخرج منها خائفاً تحب سلطان خوف هارباً يتركب كل لعظة يقول سيلحقون به ويقضونني ويقتلونني فخرج منها خائفاً يتركب هنا نقول إن شاء الله الشريط الآتي نكمل الآية الكريمة